اهلا بكم تفسير حلم الخطوبة في المنام من الاحلام المهمة جدا لدى الجميع سواء متزوجة او سواء بنت عزباء او سواء شخص اعزب او متزوج سواء مطلقة موضوع في غاية الاهمية واغلبنا بنحلم بي الخطوبة في المنام الخطوبة في المنام بتختلف تفسيرها حسب حالة الرأي وحسب الحالة اللي بيمر بها وحسب الحالة اللي شاف فيها الحلم تركزوا معايا في دقيقة معدود علشان تعرفوا كل ما يتعلق بالخطوبة في المنام لو صاحب الحلم شاف ان هو بيحضر خطوبة في الحلم لأحد المقربين لي يعرف على طول ان شاء الله في اخبار صارة جاية لي اذا كان اعزب يعرف ان شاء الله ان في مناسبة جاية له في الفترة المقبلة او او اذا كان بينتظر عمل او وظيفة يعرف ان شاء الله ان فيه قرب فرج ليه اما الشخص اللي شوف ان هو بيحضر حلم بخطوبة في الحلم ايضا بتدل ان هو يعني اذا كان عنده امنيات في حياته هتتحقق في الفترة المقبلة ان شاء الله خطوبة خطوبة الاختة او الاخ في الحلم بتدل على حدوث حدث الخطوبة بالفعل ربما كان للاخ فعلا او للاخت او لأحد اشخاص العائلة يعني انت لو شفت ان اختك بتتخطف في المنام او شفت اخوك بيتخطف في المنام ربما ارتباط ليكي او ارتباط لاخوكي ان شاء الله في الفترة المقبلة لو صاحب الحلم شف ان هو بيحضر خطوبة وكان سعيد ايضا بتدل على التغييرات الايجابية في حياة الحلم في الفترة المقبلة ربما ان في واحدة صلت سلاة استخارة على شخص معين وشفت ان هي حضرت في خطوبة حد معين تعرف ان شاء الله ان الشخص ده مناسب ليها تماما ايضا لو صاحب الحلم شف ان هو بيخطب فتاة شديدة للجمال اذا كان موظف مثلا او اذا كان في عمل يعرف ان ان شاء الله يعني حصل له ترقية في العمل بتاعته اذا كان مثلا صاحب مشروع تجاري او عمل تجاري يعرف ان ان شاء الله فيه ربح جايله اكتر في الفترة المقبلة باذن الله في حالة لو الشخص شاف خطوبة من شخص ما تعرفوش يعني الرأي لو او صاحبة الحلم شافت ان هي بتخطب اي واحد هي ما تعرفوش وكانت سعيدة بالخطوبة دي تعرف ايضا ان فيه ربما يعني هتتخطب في الفترة المقبلة ان شاء الله والشخص ده هيكون ايضا مناسب ليها تماما باذن الله تا في حالة لو كانت يعني لو واحدة شافت ان هي بتتخطب لواحد ما تعرفوش ربما فيه ان شاء الله عمل جديد ليها مميز اذا كانت مسترنية عمل او اذا كانت مسترنية خطوبة او بتتمنى خطوبة تعرف ان ان شاء الله هترتبط بشخص مناسب ليها تماما ان شاء الله البنت اللي تشوف ان هي تخطبت لشخص معروف عرفها فيه الحقيقة ربما ده بيدل على الرغبة القوية للبنت ان هي عايزة تتجوز ان هي يعني يعني بيدل على امنيتها ان هي نفسها ان هي تتجوز في الفترة المقبلة امنيتها الشديدة كمان ايضا بيشير للخطوبة البنت العزباء من شخص معروف ومحبوب ليها هتعرف ان ان شاء الله ان فيه منفعة كبيرة جيال يعني جيالها في الفترة المقبلة وربما تحقيق لأمنيتها باستنلا البنت العزباء لو شافت ان هي بترتبط بمديرها في العمل ده بيدل على حصولها في ترقية كبيرة الفترة المقبلة ان شاء الله فاي واحدة بتشوف ان هي ارتبط اه بحد اه اعلى منها في العمل بتاعها او المدير بتاعها تعرف ان شاء الله ان هي تترقى في الفترة المقبلة ان شاء الله اما في حالة البنت لو شافت ان هي بتتخطب لحبيبها بشكل خاص في الحلم ده ربما بيدل على التفكير المستمر فيه ربما مدى تعلق البنت دي وخفة من فقدان هذا الشاب تمام اما الشاب اللي يشوف ان هو بيخطب حبيبته في الحلم ده بيبشرى ليه باقترب الزواج منها بالفعل ان شاء الله في القريب آآ العاكل باذن الله وبيدل على تحقيق حلم الزواج باذن الله ربما ايضا تشير خطبة البنت العزباء في الحلم على النجاح سواء في دراسة في الوقت الحالي آآآ سواء في عمل هي كانت بتتمنى ايضا خطوبة يعني اللي تشوف نفسها تخطبت من شخص معين يعني اعتقل الكثير انه الخطوبة الخطوبة من شخص معين في الحلم على تدل على الخطوبة من هذا الشخص لكن ده غير صحيح لان الخطوبة في الحلم من شخص معين تدل على الحصول على منفعة آآ من هذا الشخص في القريب العاكل وان لم يكن فده فده اشارة على التفكير المستمر في هذا الشخص وماذا تعلق يعني آآ البنت تكون متعلقة بهذا الشخص تعلق شديد وخايف ان هي يضيع منها فده شافت ان هي بتتخطب ليه في المنام ده يعني بيدل على ماذا تعلق هذه الفتاة بهذا الشرط المرأة المطلقة اللي تشوف ان هي بتتخطف في الحل ده شرق الاقترابها من مشاكلها من الهموم اللي مرت بها في الفترة الماضية ربما يدل ايضا ان شاء الله على قرب زواكها في الفترة المقبلة او ان في اخبار سرة جاية لها في الفترة المقبلة خطبة الراجل متزوج من امرأة جميلة تدل على حصوله بازن الله على مكانة مرموقة تدل على وظيفة جاية له في الفترة المقبلة تدل على سعف الرزق يستبشر خير على طول ان شاء الله ان فيه يعني قرب فرج ليه ومش تحت شرط ليه هو يعني ازا كان عنده بنت في سن الجواز يعرف ان ان شاء الله بنته هتتخطب في الفترة المقبلة او ازا كان ابن ليه في فترة في سن الجواز يعرف ان ان شاء الله ابن هيتخطب ليه في الفترة اللي كيها بازن الله فحبا في الله الخطوبة في الحلم بتبشر بقرب فرج ومش تحت شرط تكون خطوبة من شخص معين او من الشخص اللي انا شفت في الحلم لكن بتدل على آآ قرب فرج وزوال هموم بتدل على رزق بتدل على وظيفة بتدل على اخبار صار جاية للرأي في الفترة المقبلة بشرط ان الخطوبة اللي يشوفها في المنام ما يكونش فيها آآ موسيقى ما يكونش فيها طبل او مزمار او غناء دي على طول يعرف ان شاء الله ان فيه اخبار صار جاية للرأي في الفترة المقبلة سواء مطلقة سواء متزوج سواء عصب احباب اللي ده كل ما اتعلق بالخطوبة في المنام مش افكركم لو اي حد شاف حلم او روية متعلقة بالخطوبة او الزواج عمتا في المنام ياريت اكتبها في تعليق اسفل الفيديو علشان ندر نفيد بها ناس تانية ما تنسوا ش تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس علشان توصلكم جميع فيديوهاتنا الحصرية والى اللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله